امراض العصر الفكتوري تعود مجددا الى بريطانيا يبدو ان الازمة المعيشية لا تفرغ جيوب البريطانيين فحسب بل تصيب اطفالهم بامراض نادرة تعود الى القرن التاسع عشر اكثر من عشرة الاف بريطاني بينهم اطفال دخلوا المستشفيات للمعالجة من سوء التغذية بينهم مصابون بامراض الكساح والاسكرابوتي اعتقد ان انتشار هذه الامراض وغيض من فيض والمقبل من الايام سيكون اسوأ على البريطانيين فالحكومة بدلا من ان تزيد من الانفاق لمعالجة الازمات الصحية والاجتماعية تتشدد في اجراءاتها التشريعية في قمع الحريات من اجل المزيد من السيطرة على المواطنين الاطفال يدفعون ثمن اجراءات الحكومة الاقتصادية فاعداد الاطفال الذين يعشون في حالة الفقر تتزايد حيث وصلت الى اربعة ملايين طفل العام الماضي وقد اظهر مسح ان الاطفال يعانون من مستويات متدهورة من تسوس الاسنان وتوقف النمو بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء الامر الذي دفع المعارضة البريطانية الى تحميل الحكومة مسؤوليته نتيجة الغاء الوجبات الغذائية للطلاب في المدارس ان حكومتنا العمالية السابقة اتخذت قرارات جادة في تقليص اعداد الاطفال في المساكن المؤقتة بينما منذ تسلم المحافظين السلطة زاد عدد الاطفال المشردين بنسبة 75% بنوك الطعام المنتشرة في ارجاء بلاد الضباب باتت ملاذا امنا للمدرسين والجنود والممردين فارتفاع تكلف المعيشية دفع ذا تراسل تراست اكبر شبكة بنوك الطعام في بريطانيا الى توزيع ثلاثة ملايين طرد اذائي حتى مارس اذار من العام الحالي الفقر يشتاح سادس اكبر اقتصاد في العالم مصحوبا بامراض نادرة فيما الحكومة منشغلة بحروب خارجية وسن تشريعات تحد من الحريات في البلاد ما دفع البعض الى التحذير من فوضى واضطرابات اجتماعية مسسر لندن الميادين